الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العلي العظيم عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أسأل الله أن يجعل فاجعتنا بهذه المصيبة سببا لشفاعته لنا جميعا في الدنيا والآخرة حقيقة الإنسان يحير ماذا يتحدث في هذه الفاجعة العظيمة خسارة كل شيء البشرية خسرت كل شيء في هذه الفاجعة هذا النداء السماوي تهدمت والله أركان الهدى وانطمست أعلام الهدى انطمست تهدمت هذا يعني خسارة كل شيء لم يبقى خير في الوجود إلا وتهدم واندثر في مثل هذا اليوم الحديث عن عظمة هذا الإمام حديث صعب من جملة أهم فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن القرآن الكريم اعتبره رحمة الله الرحمة الإلهية كما ورد في أحاديث الخاصة والعامة الرحمة الإلهية تمثل الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في روايات متواترة العامة والخاصة رووا بشكل متواتر رووا أن الآية قل بفضل الله وبرحمته روايات متواترة عن العامة ومتواترة عن الخاصة في الكافي وغير الكافي أن الرحمة هي علي صلوات الله عليه بفضل الله وبرحمته رحمة الله ليست ولاية علي هو ذاته في بعض الروايات وردت الولاية ولكن في جملة من الروايات العامة الحاكم الحسكاني المفسر الكبير الشافعي في تفسيره العلامة القنجي هذه رواياتهم بالتواتر جملة منهم رووا الخطيب البغدادي وأيضا في تاريخ بغداد مفسر الشافعية جلال الدين ابن أبي بكر السيوطي في التفسير الشهير العلامة القنجي الشافعي في كفايته غيرهم أيضا رووا عن ابن عباس أنه قال وَبِرَحْمَتِهِ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ نص هذا الحديث وَبِقَانُونَ الْإِطْرَادِ انظروا أي كلمة رحمة في القرآن الكريم تنسب إلى الله تبارك وتعالى فبقانون الإطراد وقانون اللغوية إذا لا نقول بهذا الإطراد يلازم إنكار الإطراد اللغوية العياذ بالله في القرآن الكريم كل رحمة وردت في القرآن الكريم منسوبة إلى الله تبارك وتعالى فهي تفسيرها الدقيق حسب هذا العدد الهائل من الروايات هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه حوالي مئة آية تتحدث عن عظمة رحمة الله تبارك وتعالى الرحمة الإلهية التي نزلت على الأنبياء الرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء هذه الرحمة التي نالت الأنبياء والكبار من الأنبياء أولو العزم هذه الرحمة هي راجعوا حوالي مئة آية تتحدث عن موضوع الرحمة الإلهية هذه الآيات كلها يجب تفسيرها بهذا الإمام العظيم أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام وإلا يستلزم اللغوية يعني هذه الآية التي ذكرت رحمة الله تبارك وتعالى من دون قيد من دون إضافة وفسرت بالإمام عليه الصلاة والسلام تستلزم اللغوية لأنه من دون قرينة من دون إشارة هذا النوع من التعبير يلازم الأضطراد عندما يأتي تعبير في القرآن الكريم يجمع المفسرين المفسرون يجمعون على أنه بالروايات المعتبرة من أهل البيت عليه الصلاة والسلام والطرق الواردة لدى أهل العامة تفسر بعلي الرحمة الإلهية من دون قيد وقرينة هذا معناته أنه في كل آية يرد هذا التعبير هذا التعبير يفسر بنفس التفسير وإلا العياذ بالله يلازم عدم الالتزام بهذه القاعدة قاعدة الاضطراد يلازم عدم الالتزام اللغوية في القرآن العياذ بالله روحوا شوفوا القرآن عندما يتحدث عن الرحمة الإلهية يتحدث عن أي مجال تجري هذه الرحمة الإلهية أنبياء الله العظام جرت عليهم رحمة الله هذه الرحمة الإلهية لابد لا محال أن تفسر بالرحمة الموجودة في وجود أمير المؤمن عليه الصلاة وإلا قلت يترتب عليه هذا التالي الفاسد الكبير أقرأ كم آية إجمالا إشارة إلى أن الإنسان يحصل انطباع أن هذه الرحمة الإلهية يعني ماذا أولئك هذه سورة البقرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة هذه الرحمة شنو وأولئك هم المهتدون فبما رحمة من الله لنت لهم رسول الله صلى الله عليه وقاله كيف تمكن أن يستعمل اللين معهم والله العظيم لو لا وجود أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدخل في المهاترات مع أصحابه كيف تمكن فبما رحمة من الله لنت لهم هذه الرحمة الإلهية تمكنت مكنت رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يستعمل اللين وإلا كان أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام يضبط كل الأمور كل شي كان يدبره أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام لذا رسول الله صلى الله عليه وآله استعمل اللين معهم هؤلاء الغلاظ الشداد اللي لا يفهمون أي شيء كانوا يعيثون في الدين فسادة منه ضبط الأمور منه خلى رسول الله يعيش حياة أعصاب هادئة ليش النبي صلى الله عليه وآله ما دخل في مهاترات في مشاكل مع هؤلاء كان أمير المؤمنين دبرها كانت الأمور مضبوطة فماكوا داعي للأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حسب هذه الرواية المعروفة الإمام زين العابدين صلى الله عليه وسلم أن ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله هذه الرحمة الإلهية التي أهم جانب فيها أنها أقامت الدين الأبدي الدين الإسلامي هذه الرحمة لذا رسول الله صلى الله عليه وآله لمن يرحل من الدنيا لم يرحل إلا وكريمته المقدسة الطاهرة لم تبيض منها إلا سبع طاقات بيضاء فقط رسول الله صلى الله عليه وآله بلا شك ما أذي نبي بمثل ما أذيت ولكن ما ضبطت أمور نبي كما ضبطت أمور هذا النبي الذي جاء لتأسيس إسلام دين أبدي ليش النبي صلى الله عليه وآله بعد 63 سنة يرحل من الدنيا وسبع طاقات بيضاء فقط هذا وجود أمير المؤمنين فبما رحمة من الله هاي الرحمة هي حسب تفسير الخاصة والعامة هو أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله هذا اللي تسبب أن رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ راحته يسمو في الأخلاق إلى درجة أن القرآن الكريم يتحدث عن أخلاقه ويقول أنك لعلى خلق عظيم ليش هذا الخلق العظيم تكون ليش لأنه كان أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله هذا أمير المؤمنين تصدى لضبط كل الأمور فصار رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى خلق عظيم فما كان النبي صلى الله عليه وآله يضطر أن يقتل مع أنه بالنتيجة دفاعا عن النفس إذا الإنسان ما يدافع عن نفسه وينقتل حتى إلى درجة أنه ما كان يحتاج إلى أن يدافع عن نفسه دائما عندما كان تشتد عليه الأمور كان ينادي يا علي في معركة أحد كانت تأتي الكتيبة عن اليمين وعن اليسار كلهم انهزموا من المسلمين انهزموا رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم كان يستنجد بعلي يستنجد ينادي كانت تقترب الكتيبة عن اليمين وأمير المؤمنين مشغول في الشمال يدافع يذب يطرد الكفار عن جانب وإذا كتيبة تقترب من رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله أشجع الناس كل شجاعة وكرامة وعظمة في علي من رسول الله لا شك صلوات الله وسلامه عليه ولكن ما كان مفروض أن النبي صلى الله عليه وآله يخوض هذه المجالات كان مفروض أن يبقى ساميا لا يمارس حتى القتل دفاعا عن نفسه القتل كان محضور على رسول الله صلى الله عليه وآله ما قتل النبي إلا واحد أو ثنين أو ثلاث في كل حياته فكان ينادي لأنه كان محضور عليه منه كشف الكرب عن وجه رسول الله في الأيام العجاف في المشاكل الكبيرة التي دارت على رسول الله صلى الله عليه وآله هذه فبما رحمة من الله هذه الرحمة يعني أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله تسببت أن رسول الله صلى الله عليه وآله يتمكن أن يلين مع الأمة هذا القائد القائد لازم يستعمل اللين يستعمل الشفقة يستعمل العطف مع الأمة هذا الأمر كيف تمكن هذا بوجود أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نحن نشوف هذه العظمة التي الآن يسجلها التاريخ لرسول الله صلى الله عليه وآله لا شك أن هذه العظمة منه وإليه بلا شك ولكن الذي تسبب أن هذه العظمة تظهر منه تسبب الله تبارك وتعالى يقول يقول الرحمة التي تتمثل في وجود أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله ما يتمكن يفرض على الله شيء بس رب العالمين يتمكن هو منبع الاعتبار يفرض على نفسه الرحمة شنو هاي الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور هذه فإنه غفور رحيم في سورة الأنعام هذه مصداق الرحمة الإلهية هذه المصداق تتمثل في من هذه منبع هذا المصداق منه منبع هذا المصداق هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هاي الرحمة لا تفسر رحمة الله تبارك وتعالى ثم آتينا موسى الكتابة تماما على الذين أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون كتاب موسى كان رحمة رحمة ماذا؟ رحمة إلهية رحمة إلهية يعني بركة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وهكذا في آيات متعددة ثلاث آيات أخرى أقرأ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا في آية ثانية وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا هذه رحمة أمير المؤمنين شملت هذه الموارد برحمة منا رحمة الله تبارك وتعالى التي ذكرنا تفسير إجماع المفسرين عامة وخاصة في الآية التي ذكرناها قل بفضل الله وبرحمته هذه الآية وفي آية أخرى وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعِيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَحْمَةٍ مِنَّا هذه الرحمة التي نالت الأنبياء استنقذت الأنبياء بإرادة الله تبارك وتعالى هذه الرحمة لا مجال لتفسير آخر التفسير إذا كان بنحو آخر هذا يولد خرق في المفهوم الوارد في هذه الروايات المتواترة وهكذا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا هذا الفضل الإلهي الله تبارك وتعالى أعطى رحمته لرسول الله صلى الله عليه وآله فبانت أعظمة رسول الله هذه الرحمة كانت أمير المؤمنين صلى الله عليه هذه رحمة الله الواسعة هذا الموضوع يحتاج إلى بحث طويل ولكن ليفهم الإنسان الموالي أن مولاه أمير المؤمنين صلى الله عليه مصدر الرحمة الإلهية الواسعة على الأنبياء وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله هذه خلاصة إحدى فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خب الرحمة يعني شنوه هذه اللحظات الأخيرة من حياة أمير المؤمنين من أبرز ما يظهر فيها عطفه وشفقته ورحمته ورأفته بمن؟ بقاتله هذا موضوع جدا مهم حقيقة في عالم اليوم يجب العالم في هذا اليوم مليء بالحروب مليء المظاهر التي تورث الكآبة ظروفنا الآن نعيش في ظروف جدا حساسة بلادنا معرضة لأخطار كبيرة حقيقة أخطار جسيمة على كل الأصعدة التوتر حاكم التوتر الحياة حبلة حبلة العياذ بالله بأخطار كبيرة في كل المجالات من المجال العائلي إلى المجال الاجتماعي وإلى المجال الدولي القيادات الآن متناحرة وضع في غاية الأزمة حقيقة في هذا الظرف المليء بالكآبة المليء بالأخطار دائما تأتي أنباء خطيرة الوضع متأزم أهم شيء نحتاجه في هذه الظروف مفهوم التسامح والرأفة والشفقة مو بالذين هم جديرين بالشفقة لا بالذي ليس جدير بالشفقة هذه مسؤولية الإمام الصادق صلى الله وسلم عليه في حديث صحيح السند ثقة عن ثقة عالي الإسناد مو بس صحيح السند إسناد عالي الإمام صلى الله وسلم عليه يصرح وصيته للشيعة يقول لاحظوا العبارة ليعطفن لام لام التأكيد لام القسم يعني واجب عليكم نون نون التأكيد الثقيلة ليعطفن تأكيديا في كلمة واحدة في أمر واحد صيغة واحدة تتحمل تأكيدان تأكيدين ليعطفن ذو السن يعني الكبار السن ذول اللي متقدمين في السن و والحجاة حجاة يعني الفكر العقل على منه على حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لاحظوا صلوات الله عليه قال في الحديث المعتبر الكافي بسند صحيح ليعطفن ذو السن منكم والنهى والنهى يعني العقل يعني الفكر الحكمة مو بس الكبار السن حتى الشباب إذا الإنسان عنده حكمة في الحياة لازم عليه يعطفن على من على ذو الجهل وطلاب الرئاسة وإلا هذا كلام الإمام الصادق وإلا لتصيبنكم لعنتي أجمعي إذا كم واحد مو بالضرورة الكل كم واحد أوادم في المجتمع هؤلاء تكون قلوبهم مليئة بالرحمة والشفقة هذه استفادة من حياة أمير الممنين في آخر لحظاته كان يقول للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بحقي عليك إلا ما أطعمت أسيركم كما تطعمون كما تطعمون وتسقوه بما تسقون بحقي عليك كان يلهج أمير الممنين عليه الصلاة والسلام كل يحاتي حالة هذا القاتل اللعين اللي على أثر شهوة إمرأة قتل أمير المؤمنين إش قد أمير الممنين كان يوصي فيه هذه استلهام حقيقة في هذه الحياة لازم فتش واحد أوادم في الحياة تكون قلوبهم مليئة بالرحمة لازم تكون منبع الشفقة يكونون وإلا الشر اللي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يتحدث عنه وإلا لتصيبنكم لعنتي أجمعي الكل لعنة الإمام الصادق صلى الله عليه والسلام الإنسان إذا ما يستعمل ومو استعمال الشفق قلت مع أهل اللي هم جديرين أهل محل للشفق لا ذو الجهل وطلاب الرئاسة الروحوا لاحظوا هاتان العبارتان إذا واحد يريد يشوف شنو ماذا ينفرد عنهما كل أنواع الإساءة تصدر من ماذا من هذين العنوانين كل أنواع التطاول يصدر من هذين العنوانين الإنسان اللي هو صاحب جهل والإنسان الذي هو طالب الرئاسة شنو بعد أكو عنوان ثالث إذا تريد تحصر كل عنوان التطاول والتعدي والإساءة كلها تريد تحصدها يمكن حصرها من خلال هذين العنوانين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لازم فد مجموعة في المجتمع تكون قلوبهم واسعة منبع الشفقة وإلا الحياة تدمر لاحظوا الشفقة الواسعة تستأصل فتيل الأزمات الوضع متوتر الدنيا جدا متوترة التوتر يسود كل المجالات كل مكان أكو توتر في البيت أكو توتر في المجتمع أكو توتر هذه التوترات تكاد تقضي على العالم توتر هذا العالم يقاد ينفجر هذا الانفجار هذا مو من مصلحة الحياة مو من مصلحة الله لازم العالم يستمر فإنت تعال ضحي بمصالحك الشخصية ضحيها من أجل استمرارية الحياة انتزع فتيل الأزمات انت بث الشفقة والرأف والرحمة والكرامة بثها ما يخالف حتى إذا طرف مو جدير الإمام الصادق أمور هذا وعد إلهي وصية رسول الله وصية الإمام الصادق صلى الله عليه وهذا أفضل ما نستلهمه من أفضل ما نستلهمه من هذه الساعات الأخيرة من حياة أمير المؤمنين صلى الله عليه هذا مظهر الرحمة لازم الإنسان يكون قلبه منبع شفقة مو هم يشوف أن الطرف جدير أو لا نعم الشفقة فيها مشكلة كبيرة الشفقة فيها تلف للمصالح الشخصية تلف بلا حدود الإنسان الذي يكون لين الجانب إنسان الذي يكون متواضع دائماً يبادل الإساءة بالشفقة والرحمة والعطف والإحترام هذا شنو يصير يداس كرامة تداس ما يخالف المصالح الشخصية تضيع كلها ماكو إنسان روحوا دوروا منبع شفقة يغض الطرف إلا ومصالحه مهدورة ما يخالف من أجل مصالح المجتمع من أجل مصالح الله وأهل البيت الحياة تكاد تنفجر لاحظوا الأوضاع شلون الوضع الإنسان إذا شم واحد تمكنوا أن يتعاملوا مع الناس هذه صحيح الفرد أكو حالة هستيرية في المجتمع كل إنسان تشوفه مجنون يمشي على الأرض متخبر تشنج أكو تشنج والله بلا حدود في كل الأبعاد الدول خموا تشنجة إحنا الشعوب هم خضايعين أساساً ضايعين واحد يقتل الله واحد يعتدي على الآخر وبعدين مشاكل تشنجات في العائلة وتشجنات في الفرد خلي واحد يتعلم من مولاء أمير المؤمنين في هذه يوم مصيفته يتعلم هذه الصفة يا أبناء يا أبناء محمد وعلي قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة خلي فجينا فجينا من جينات أمير المؤمنين تكون فينا خلي يكون قلبنا واسع لكل شيء لكل إنسان لنفكر هذا منه وشنو شيئياً لنفكر عندما نبث بالرحمة والشفقة والعطف والحنان شيئياً لنفكر أولاً لنفكر أن هذا يستاهل أو ما يستاهل أنت تستاهل ربك يستاهل من أجل مصالح الله وأهل البيت خلي الإنسان يخلي يسد طرفه يتجاوز يعديها لا يدير بال هذه مصلحة إنسان يسكر عينه يستاهل يوم ما يستاهل الإمام الصادق قال على ذوي الجهل وطلاب الرئاسة ما يخالف هذا طالب الرئاسة يدوس عليك خلي يدوس من أجل ماذا من أجل مصلحة الله من أجل توصية الإمام الصادق من أجل تهديد الإمام الصادق وإلا ليصيبنكم تصيبنكم لعنتي أجمعين اللعنة لا تجين خلي الحياة تستمر ومن شيء الثاني الإنسان يغض الطرف عنه أنه هذا الموقف يتسبب تطاول هذاك المصالح الشخصية تروح الإنسان صدقوني صاحب الشفقة حتى أولاده يطاولون عليها حتى أولاده يفسدون ما يخالف مصالحك خلي تضيع ولكن المجتمع أنت نحن مسؤولين الوضع جدا متأزم حقيقة بهذه الوتيرة اللي الحياة جاية تسير بالله عليكم وين رح نوصل كل نزاع كل عركات كل خلاف كل تطاول تدري هاي الوتيرة وين توصل هذه الوتيرة الحياة تنفنش ضيع كل المصالح الإلهية ضيع خلي مصالحك تضيع ما في إشكال خلي شوية ابنك لي دير بالك وليسمع منك وليطيعك ما يخالف أنت حاول ويا بالنتيجة هذه الرأفة من أمير المؤمنين شوفوا إشلون كان يخطب وفي أثناء خطبة وهو حاكم على أكثر من خمسين دولة يقوم فد واحد ملعون يقف ماذا يقول يقوم يسب أمير المؤمنين صلى الله وسلم حاكم كبير ليس له نظير على وجه التاريخ شنو يقول يقول إنما سب بسب أو عف عن ذن هذه الحالة تسببت هذا التطاول هذا التطاول السافر الذي حصل في حياة أمير المؤمنين ما هو أمير المؤمنين يصلي يقرأ سورة الحمد في أثناء قراءة يقوم أحدهم يعيط يقوم يصرخ يشتم أمير المؤمنين صلى الله عليه أمير المؤمنين يضطر في أثناء الصلاة يتوقف عن القراءة حتى هذا يقول ويقول حنجرة تنشج أخيرا يتعب يوقف يسكت أمير المؤمنين يبدأ يستمر هذه دعنا نتعلم هذه من أبرز ما يمكن عرضه للتاريخ أن هذا الحاكم كيف تعامل مع أمتي مع أبنائه مع من يحكم ومن كان يحكمهم دعنا نتعلم حقيقة هذه وصية جدا مهمة فتشم واحد من عندنا دعنا يصير في عندنا هجحالة والله يوم القيامة هذا الإنسان يربح كل الخير الموجود في الحياة الله في القرآن يقول مو في يوم القيامة والله في الدنيا آية قرآنية هذه لاحظوا تفسيرها هذه الآية هذه الآية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نخلي عليهم من نية ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الله تبارك وتعالى يخليك أنت اللي ضاعت كل مصالحك حقيقة تضيع الله بإرادة الإله هذا وعد إلهي أن ترث كل المصالح الاجتماعية في الدنيا قبل الآخرة ونريد إرادة رب العالمين أن نمن هذه ولو الآية مفسرة في زمان المولى عجل الله فرجه الشريف ولكن هذه واردة في هذا المعنى على الذين استضعفوا في الأرض الإنسان اللين المزاج يستضعف حتى من أقرب الناس من زوجته من زوجها الزوج يستضعفها من أقرب الناس من أخيه وأختي يتم استضعاف تشوف رجل مسكين شخصية كبير تاجر عالم بس ما إلى احترام في المجتمع مو مشكلة الله تبارك وتعالى يجعل لك الاحترام الله يبذل لك الاحترام هذه الرحمة تلقح كل مصالح الحياة هذه الرحمة تجلب الخير للحياة لا أقل تقي الحياة من الانفجار الوضع حقيقة ما يبشر الخير فتشم واحد من عندنا يقول إلهي انت قلت أنا مسويت مو بالضرورة كل العقلاء يكونون ذوي بعض أهل الخير في الباقيين إذا ما عندهم هذا الخلق ما عندهم هذه النفسية هذه الجنبة ما عندهم ما يخالف فتكم واحد الإنسان شنو الإشكال يغض الطرف عن إساءة الآخرين مهما كان قريبا أو بعيدا خلينا نتعلم كل واحد بحدود دائرة عمله وما يخصنا إذا كانت الحكومات متناطحة متناحرة إذا كان الجو الاستعماري في كل العالم على كل حال منفلت 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 العنان ما يخالف إحنا نحقق فالجزء من واجبنا في هذا المجتمع لعل الله تبارك وتعالى يتمك يتفضل علينا بالوعد الذي هو وعده وإرادته العظيمة يتحقق شيء من السعادة شيء من البهجة ما كو بهجة في الحياة والله الحياة سمينة بشنو بالأزمات وهزيلة بالإحساس بالسعادة الكرامة الإنسانية مهدورة والله الكرامة الإنسانية ما تنهدر بالفيضانات الكرامة الإنسانية ما تنهدر بالزلازل والسنامي الكرامة الإنسانية تنهدر عندما ينعدم التسامح الكرامة الإنسانية تروح التسامح عندما ينزل منسوب التسامح في المجتمع هذا الذي يولد انعدام الكرامة لا الزلزال ولا الفياضانات هذه ما تولد انعدام الكرامة هذه طبيعة كوارث طبيعية أما عندما منسوب التسامح والعفو والمغفرة هذا منسوبة ينزل الكرامة الإنسانية تتعرض لخطر بل تباد بل تزال هذه موعظة من أفضل المواعظ استلهاما من حياة أمير المؤمنين الذي اعتبره الله تبارك وتعالى هو الرحمة الإلهية الواسعة هذه الرحمة الإلهية الواسعة الإنسان يمثلها في نفسه في تعامله مع الآخرين ولو بشكل بسيط لكي ينال لكي يتمكن أن ينال يكون مجال أن ينال بركة هذا الإمام الرؤوف هذا الإمام العظيم التي نحن الآن هذه الأيام التي نحن في أيام عزائه مصيبته عظيمة نحاول أن نخفف من هذه المصيبة العظيمة على البشرية باستلهام شيء من حياته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر